للمزيد ينضم إلينا هاتفيا دكتور كمال جاد شاروبيم محافظ أدقهلية بنرحب بك في البداية سيادة المحافظ أهلا وسهلا بك فندم يعني جملة من التكلفات والنقاشات المهمة شهدها اجتماع مجلس المحافظين برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أبرز تلك التكلفات برأيكم والأليات المطروحة للتنفيذ الحياة من أهم التكلفات اللي هو الاستعداد لشهر رمضان المبارك وطبعا تجهيز الأسواق وتحديد الأماكن اللي هتتعمل فيها الأسواق توفير السلع الأساسية واخدها كأن نستعد بقدري بس الاستيبار رمضان يعني إن شاء الله من يمكن من نصف أربعة يعني السلع متوفرة سواء كان لحوم أو دواجن أو فضار أو رز أو كل السلع التموينية كان كمان معالي وزير التموين كان معنا ويتكلم عن الاستعداد لمحصول الأمح اللي هو طبعا إحنا كمحوظ دالية كمان الحياة بنتميز به لأنه نحن عندنا نسبة كبيرة جدا مراضي مزروعة بالأمح والاستعداد للصوامع والنقل والاستعدادات عامة ثم كان فيه الحقيقة اللي هي الملفات اللي دايما بتتاقش خاصة بتقنين أراضي الدولة والإسراع من تجهيز العقود والتيسير على المواطنين في ملف آخر هو طبعا في ملف كل واي يعني يمكن المال المستمر دايما هي النظافة والمخلفات وعملية التدوير والاستعداد والتطوير اللي بيحصل والملف اللي بتابعه مع الرئيس الوزراء من الآن لآخر ايه التطورات اللي بيحصل في ملف نظافة من كل شهر ايضا كان احد الملفات كان خاصة بي يعني حدك يعني التعاون مع احنا وحنا بنستقبل كمان مباريات كاسة الأمم المفرطية الاستعدادات اللي موجودة وتوفير اللي طبعا في بعض المدن والمحاوزات هيتعامل عليها مباريات وبعض المحاوزات الأخرى هتنحتاج نعمل صلاة عرض كبيرة عشان الجمهور كمان يبقى متابع وده يعني اهتمام كبير ان طبعا احنا الدورة دي مثل كانت اخذ مرة كانت 36 نهار ده بعد 13 سنة وبعد 12 سنة بتيجينا مرة تانية فالمواطنين في الشغل انه طبعا اتفرجوا على هذه المباريات فتحاولي يفسر تبقى موجودة المباريات في كل محافظة من محافظات مطر نعم الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظة قهلية شكرا جزيلا لك